فضيلة الشيخ حفظكم الله هناك من يدعو إلى الله بغير علم ولا يعرف عنه أنه طلب العلم مع ذلك يحتج في حديث بلغوا عني ولو آية وكيف الرد على هؤلاء الله جل وعلا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل باللتيه يحسن من يستطيع القيام بهذه المراحل إلا العالم أما الجاهل ما يستطيع أن يدعو بالحكمة ولا يستطيع أن يدعو بالموعظة ولا يستطيع أن يجادل إذا اعترض عليه الكفار بالشبهات نجد من أن يكون الداعي على علم قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة والبصيرة هي العلم الجاهل لا يصلح أن يدعو إلى الله إلا بعد ما يتعلم فيكون عنده استطاعة في وضع الأشياء في مواضعها وهي الحكمة مخاطبة الناس بما يليق بهم هذا منها حكمة الموعظة للذي لا يقبل الدعوة يوعظ ويخوف بالوعيد الثابت بالقرآن والسنة لمن أعرض أن قبول الحق الجدال بالتي هي أحسن وهذا أشد ما يستطيع أن يجادل بالتي هي أحسن إلا العالم أما الجاهل فينقطع وربما ينتصرون عليه فيكون سبة على الدعوة وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية نعم البلاغ واجب لكن لمن يحسن البلاغ لمن يحسن فنحن نفسر قول بلغوا عني ولو آية بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نجمع بين النصوص ولا نأخذ نصا ونفرك النص الآخر فنبلغ بالطريقة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ونبلغ بالطريقة التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته في الدعوة إلى الله عز وجل والبلاغ كما ذكر العلماء على نوعين بلاغ نصوص وبلاغ معاني بلاغ النصوص لا مانع من حفظ شيئا من النصوص من حفظ صورا من القرآن أو آيات من القرآن يحفظها للناس ويقرأها عليهم يسمعهم إياه هذا بلاغ نصوص أما بلاغ المعاني وهو شرح النصوص فهذه لابد من العالم ما يبلغها إلا العالم الذي يفقه النصوص وما يراد بها من الأوامر والنواهي والأدلة يحصل فيها اشتباه ويحصل بها لابد من عالم يفصل فيها ويعرف المراد بها أما بس إنه يحفظ النصوص ويقول أن العالم يبلغها وهما يدريش الناسخ من المنسوخ ولا يدريش العام من الخاص ولا المطلق والمقيد ما يعرف هذه الأمور فهذا يضر أكثر مما ينفع نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر